السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عملنا لك برنامج اكواد لاكسز. تقدر تبحث هنا باي اسم. يطلع لك جميع البيانات اللي انت محتاجها. اي كود في الاكسز. تمام? هيزر معك في النموذج ده بالزبط كده. ممكن تعمل اضافة. تمام? وممكن تعمل بحث بالاسم بالعربي او الانجليزي. او تحذف البرنامج بتاعك من اي مكان انت محتاجه هنا في اي اي بيان انت محتاجه في البرنامج. هيوفر عليك كتير. هيوفر عليك طبعا كتير جدا ان انت وانت شغال. البرنامج هيزهر معك جميع جميع الاكواد. ولو حابب تسجل او تضيف اي بيانات اضفها براحتك ما فيش اي مشكلة. احنا دلوقتي احنا بنديلك البرنامج. وطبعا فكرة البرنامج ديها كانت فكرة الانسان المحترم الاستاذ عزي الدين مصطفى. وانشئ البرنامج واحنا عدلنا فيه. وهنضيف بيانات. وان شاء الله لما نكمل بيانات وبيانات الاكواد هنضيف ولكن انا بوريك البرنامج فيه قد اي اكواد. وكمان غير كده ان انت ممكن تضيف اي اي كود انت محتاجه او تحذف اي كود انت محتاجه. طبعا عملنا الكلام ده ازاي? تابع معي شرح النهار. الله ما صلى وسلم مبارك على سيدنا محمد. النهاردة مقدم لك برنامج اكواد اكسز. تمام? هو طبعا اه كان فكرة الاستاذ اه المحترم عزي الدين مصطفى. لكن احنا عدلنا فيه شوية بيانات. بعمل دخول. تمام? مجرد ان انا بعمل دخول. بيزهر معي البرنامج بالشكل ده كده. برنامج بيزهر معي بالشكل ده كده. تمام? ممكن تعمل بحس عن مسلا اي حاجة ممكن انت عايزها مسلا ان اقول له اخفاء. مجرد احنا بنعمل اخفاء. بيزهر لك اي حاجة اخفاء. اسمها اخفاء. يعني اي حاجة بتدل عن اخفاء. منع الرسائل التنبيهية. اخفاء. اخفاء منع الخطأ. جميع البيانات اللي انت عايزها. وبتبحث عنها. هتظهر معاك بالشكل ده كده. تمام? ممكن من هنا هتعمل فتح. تعمل فتح للكود اللي انت عايزه. وبتاخده كوبي هوت بتعلم عليه. وتاخده كوبي او نسخ زي ما انت عايز. وبعد كده بتعمل اغلاق لنموزك بتاعك وتحط الكود بتاعك في اي مكان انت محتمل. حبيت تضيف كود. طبعا بتعمل اضافة كود. مجرد ان انت بتعمل اضافة كود. طب تعال نعمل اضافة كود كده. مسلا انا نقول له السجل الاول. السجل السجل الاول. تمام? ايه كود بتاعه? السجل الاول. اول ما بكتب الكود بتاعه? خلاص? انا بقول له اضافة لسجل الاول. ماشي. الكود بتاعه هنقول له ايه? خلاص اهوي. انا اللي هو البتاع كده اقول له. دي طبعا بالغلال انجليزية دي او سي ام دي دوت دوت جوتو ركورد. جوتو. هوات جوتو. ماشي. ريكورد. ار اي هوات. سي او ار دي. تمام? وقول له كومة كومة. تمام? اتنين كومة. وبعد كده اقول له ايه سي فرس. خلاص اهوي ايه سي فرس. تمام? وقول له ايه انت? خلاص كده? انا كتبت الكود اهوت. جوتو ركورد. يبقى انا اجبت ايه اه كتبت كتبت الكود بتاعي او ممكن انقله. او ممكن انقله. تمام? ممكن انقله من الاكسز. تمام? واعمل اضافة. تمام? يبقى انا اعمل اضافة. تعال كده ام اقفل. تمام? واشيل اخفاء خالص ديات كده. اشيله خالص هوات. تمام? ايه هيزهر عندي البيانات كلها. اللي انا ايه? والاقواهات كلها اللي انا ايه? موجودة عندي. واللي موجودة عندي. خلاص انا كده ايه? قدرتك ادخل على البيانات بتاعتي كلها. البيانات بتاعتي كلها. كلها موجودة. ممكن انزل من هنا. من المسطرة. تمام?お願いします. لديك كل اللي محتوي. كل اللي محتوي. ديماج سهيد. تمام? عندك اه تغيير المحتوى تمام? اعاوز تعمل حق الاسم المستخدم. او لو انا فتحت فتحت اوات. اسم المستخدم. تمام? اللي هو وعملت له فتح. مجرد ان انا عملت له فتح. هيبدأ يفتح معي هيبدأ يفتح معي ايه? البيانات بتاعته. تمام? او مكتوب لك بسورد. تمام? ممكن ايه? تخش على البيانات بتاعته. ما فيش اي مشكلة. فيش اي مشكلة بالنسبة لك. تمام? ازالت كلمة الخطأ. اوات. اوات السجل التالي. اي سي نكست. تمام? لو انت عاوز السجل التالي. اي سي فرست. تمام? عندي ايه اوات قايمة منسادلة. تمام? عندك جميع الصورة المصغرة. تمام? قدامك اوات البيانات بتاعتها. وعاوز تحزف اي حاجة من هنا تحزفها. انت عاوز تعمل اي حاجة من هنا. عندي انا اوات اخر حاجة انا كنت عملتها السجل الاول. تمام? لو انا عاوز احزفه. لو انا فتحت هيفتح معي. تمام? فتح معي اوات. وممكن اخذ الكوبي او ممكن اعمله ايه? كلوز من هنا. حبيت اعمل اغلاق. اغلاق. تمام? اوات او حسف. بقوله حسف. اه. بقول لك. خلاص. اه خلاص. اه خلاص. اهل تريد الحسف? خلاص او اعلم عليه. اعلم على النموذج اللي انت هتشتغل عليه. تمام? اوات اعمل حسف. حسف اوات. اقوم بتعليم اوات. اقول له من هنا كده اقول له حسف. حزف لي ايه? الايه البيان اللي انا عايز احزفه. مش حزف البيانات كلها. الا هنا حزف لي البيانات اللي انا ايه محتاجة. طبعا الصورة المصغرة ديت. والبعد البيانات ديت. اللي هي معمول اكسس. ممكن اضغط هنا كده. واشوف اللينك. طبعا لو في لينك هتلاقيه موجود. لو ما فيش خلاص مش هتلاقيه في اي لينك. تمام? يبقى انا عندك اي حاجة انت محتاجها. انت محتاجها هتلاقيه في البرنامج. حبيت تضيف. ضيف براحتك. ضيف براحتك اي اي كود انت محتاجه. ضيفه. ضيفه على البرنامج وابدأ اشتغل عليه. وابدأ اشتغل عليه. يبقى انا كده عملنا بحس عن عن بيانات. وضفنا بيانات اقواد اه ناس كتيرة جدا مش عارفاها او ناس كتير بتطلعبط ما بينها او ناس كتيرة اه بيتنقلها غلط. ممكن تنقلها من عندك من النموذج على طول. من النموذج او البيانات اللي انت شغل عليها بكل سهولة. تمام? من هنا طبعا بتعمل اغلاق. لو عملت اغلاق بيقفل لك البرنامج. من هنا بحس. حبيت تبحس. اولو مثلا ده انا عملت بالانجليزي. لو انا عملت بحس بالانجليزي. تمام? هيبدأ اهود. اول حرف هيبدأ ايه? يعملك فلتر على البيانات ايه الموجودة? معاك في البرنامج. وطبعا احنا بن يعني بنحيي وبنشكر الاستاذ المحترم عز الدين مصطفى صاحب الفكرة وصاحب البيان. لكن انا حبينا نزود شوية بيانات ونقدر نعملها. والناس تستفاد بالبرنامج. فيضفنا المحتويات اللي موجودة عندنا دي بالزبط. طبعا لو مش متابعنا تابعنا على قناة ممضوع جنينا على اليوتيوب هتلاقي كل جديد بازن الله. شكرا لحضراتكم.